تقول يا شيخ خليجوز زراعة الحواجب والسبب أنه لا يوجد لدي حواجب منذ الولادة أختي أنفيصل من الإمارات بارك الله فيك الجواب نعم يجوز للمرأة التي ولدت من غير حواجب أن تزرع الحواجب بشرط أن لا يكون هناك ضرر وأن لا تستعمل شيء فيه نجاس ويجوز أيضا للمرأة التي تساقط حاجبها حتى لم يبقى منه شيء أو بقي جزء من الشعار لكن شوه لها صورتها أن تزرع الحواجب بما لا ضرر فيه وغير مشتمل على مواد نجسة فلذلك يجوز يا أخت الفاضلة لأن هذا من إعادة العضو إلى وضعه الطبيعي لأن الله تعالى خلق الإنسان وجعل لكل إنسان جعل هذه الحواجب هذه الحواجب حاجبان لكل إنسان فإذا زالت بحادث أو ولد الإنسان من دون حواجب له أن يزرع ولله الحمد بهذه الشرطين